عسلامة مرحبا بكم النسي كل وينما كنتوا في البداية فضلا وليس عمرا كان هو المرة تسمعونا لا تنسي اجدعمكم لينا تشتركوا في القناة وتفعل الجرس باش يوصلكم اجديد معنا نحكي واليوم على الشيخ محمد الهنتيتي اللي فجر معلومات صادمة حول الجهاز السري لحركة النهضة وقال اللي قيادة حركة النهضة وسيف الدين مخلوف يحذروا لعملية تختيرة في تونس تستهدف بدرجة أولى رئيس الجمهورية قيسة سعيد تونس اليوم تعيش في ملعطف سياسي خطير يقود رئيس الجمهورية قيسة سعيد ضد حركة النهضة وحلافائها وراجط العديد من الأخبار على مواقع التواسل الاجتماعي حاول مخطط لغتيال قيسة سعيد والاسترداد ما اسمته حركة النهضة بالمشروعية لكن اليوم الشيخ محمد الهنتيتي يكشف ألعاب حركة النهضة وينشر فيديو على حسابه الرسمي في مواقع التواسل الاجتماعي حذر فيه رئيس الجمهورية قيسة سعيد ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ودعاهم إلى الانتباه الشديد وأخذ الحذر من حركة النهضة وراشد الغنوشي وسيف الدين مخلوف اللي يوليوا في حالة تخفي وقال اللي هما معادوش يستعملوا فيها واتفهم الشخصية ووليوا يستعملوا في أرقام مجهولة وعادوا إلى العمل السري فيما كان قريب جدا من مقر إقامة رئيس الجمهورية بالمنيهلة الشيخ الهنتي تكشف على المجموعات السرية هذي اللي تتكون من يمينة زغليمي جميلة الكسيكسي السح بعتيق عبد الحميد الترودي وقال اللي هما عملوا اجتماع سري في منطقة حي الرفاه بالمنيهلة هذو نلقاوا عمادة غيش وسيف الدين مخلوف وعبد الكريم الهاروني وعبد الديف العلوي اللي عملوا اجتماع سري في حدائق قرطاج وأكد الشيخ الهنتي انه عادوا للعمل السري وفعلوا الجناح العسكري السري للنهضة الاجتماعات هذي لتنفيذ خطة سماوها تحرير المبادرة لاستهدف الشخصيات المؤثرة واللي ساهموا في إسقاطهم وإبطال وجودهم السياسي وقال الهنتي تي انه هو على رأس القائمة هذي لكن الشخصية المستهدفة الأولى هي رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي قادرين يخططوا لاغتياله بدعم من تركيا وقطر واختم كليم وقال اللي المؤسسات الكل لازمها تنتبه على خاطر أمن البلاد مهدد وأمن الأشخاص مهدد من شخصية عامة ومؤثرة في المجهد السياسي